ما الذي جعل أطباء الأطفال أكثر قلقا بشأن إصابة الأطفال باء كوفيد تتزايد حالة الإصابة بفيروس كوفيد بين الأطفال في جميع أنحاء العالم وسط تفاشيل فاشيات التي تغذيها دلتا مما أدى إلى دخول المستشفى وإثارة القلق بشأن خطر الإصابة بمرض شديد وأعراض طويلة المدى المستمرة كما أنها أثارت أسئلة حول سلامة المدارس في الولايات المتحدة اعتبارا من أوائل سبتمبر ثبتت إصابة ما يقرب من 5.3 مليون طفل ومراهق بفيروس كورونا منذ بداية الوباء وفقا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال يمثل هذا 15.5% من جميع الحالة على الرغم من أن الأفراد الذين تقلوا أعمارهم عن 18 عاما يشكلون 22.2% من سكان الولايات المتحدة ومع ذلك بعد الانخفاض في أوائل الصيف زادت حالة الأطفال بشكل كبير وتشكل حصة أعلى من الإجمالي 28.9% في الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر أو أكثر من مئتان وثلاثة وأربع ألف حالة وقد ترجمت هذه الزيادة التي تزامنت مع زيادة تدول متغير دلتا إلى المزيد من حالة دخول المستشفى المرتبطة بفيروس كورونا بين الأطفال والمراهقين على الرغم من أن الحالة الخطيرة لا تزال نادرة نسبيا تعد دلتا على الأقل معدية مرتين مثل سلالة الفيروس التاجي الأصلية التي ظهرت في أواخر عام 2019 وتتسبب في المزيد من حالة كوفيد 19 لدى الأفراد المعارضين للإصابة في جميع الفئات العمرية لا يوجد دليل على أن دلتا تستهدف الأطفال أكثر من الفئات العمرية الأخرى ولكن معادلات التطعيم أعلى لدى كبار السن لأن المراهقين يحصلون عموما على اللقاحات في وقت لاحق لا تزال غير معتمدة للأطفال دون سن 12 عاما في الولايات المتحدة يظل كوفيد 19 مرضا خفيفا في الغالبية العظمى من الأطفال ولا يوجد دليل على أن دلتا تغير ذلك لا يزال المرض الحاد بعد أي إصابة بفيروس سارس كوفيد 2 وهو فيروس كورونا المسبب لام كوفيد عند الأطفال نادرا كما أن دخول المستشفى والوفاة نادر جدا من بين الولايات الأمريكية التي أبلغت عن البيانات شكل الأطفال 1.6% إلى 4.0% من العدد الإجمالي لمرضى كوفيد 19 الذين دخلوا المستشفى منذ بدء الوباء و0.1% إلى 1.9% من حالة الأطفال أدت إلى دخول المستشفى وقالت الأكاديمية إن الأطفال يمثلون أقل من 0.3% من جميع وفيات كوفيد في الولايات المتحدة ومخاطر الوفاة لديهم أقل من 0.03% قد يصاب بعض الأطفال الذين أصيبوا باء كوفيد لحقا بحالة نادرة ولكنها خطيرة تعرف باسم متلازمة الالتهابي متعدد الأجهزة عند الأطفال ما أي سي على الرغم من أن السبب غير معروف لماذا لا يتأكد الآباء من كيفية حماية أطفالهم من كوفيد؟ لا يصاب معظم الأطفال بمرض كوفيد الشديد لكن يصاب بعض الأطفال بذلك ما الذي يفترض أن يفعله الوالد بهذه المعلومات؟ مع وجود لقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاما من غير المحتمل الموافقة عليه لبضعة أشهر أخرى على الأقل فإن آباء الأطفال الصغار يزنون مجموعة مذهلة من المتغيرات كل يوم أثناء محاولتهم التغلب على مخاطر كوفيد مقابل الصحة العقلية والعواقب الجسدية العزلة الاجتماعية ومعيشتهم قالت برينا كونتريراس 33 عاما وهي محامية في مجال الملكية الفكرية وأطفالها تتراوح أعمارهم بين 26 و23 شاران إنها وزوجها وهو مهندس في مختبر لوس ألاموس الوطني اتخذوا قرارا صعبا بوضع أطفالهم الثلاثة في المدرسة أو الحضانة لأنهم من وظائفهم الصعبة لكنها تخمن الاختيار كل يوم قال كونتريراس الذي يعيش في سانتافي أشعر وكأننا نتفاعل باستمرار ليس هناك ما يكفي من الوقت لتكون أستباكيان إنه مثل إنذار الحريق كل يوم في كروفتون كانت ليس دايكز مصممة جرافيك وأم لطفلين تتراوح أعمارهم بين 7 و11 عاما تفكر كثيرا في رسم كاريكاتور رأته أخرى يظهر فيه أحد الوالدين يحدق في محيط شاسع تذكرت أنه قال شيئا مثلا واحد في المائة فقط من الأطفال سيأكلون من قبل سمكة القرش لا بأس قالت لا يهم مدى صغر الأرقام حتى لو كانت الأرقام صغيرة حاقا ما زلت تعتقد أنها قد تكون لك حتى المدرسة التي بدت وكأنها مخاطرة متفائلة ومحسوبة بشكل معقول في مايو كما قالت تشعر اللآن وكأنها لفة النرد خطيرة بشكل لا يصدقه في الوقت الذي تلقى فيه أكثر من 5.7% من البالغين في الولايات المتحدة جرعة لقاح واحدة على الأقل وفتح كل شيء تقريبا أبلغت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال عن أكثر من 205.000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأطفال الأسبوع الماضية فقط وهي أعلى نسبة على الإطلاق خلال الجائحة يمتد إلى شهره الثامن عشر تم إدخال ما يقرب من 30.000 من المراهقين والأطفال إلى المستشفى بسبب كوفيد في أغسطس والعديد منهم من المراهقين والمراهقين غير المحصنين أو حديث الولادة حتى سن 11 عاما والذين لم يكونوا مؤهلين بعد للحقن في الواقع توفي 460 طفلا فقط بسبب كوفيد وهو ما يمثل 0.01% فقط من جميع حالة الأطفال لكن خلاصة القول هي أن الأطفال ماتوا بسبب كوفيد تظل مخاطر كوفيد طويلة لدى الأطفال والتي يمكن أن تشمل مشاكل في الجهاز التنفسي أو القلب والتعب وضباب الدماغ وأعراض أخرى يمكن أن تستمر لأشهر أو ربما سنوات غير معروفة إلى حد كبير وجدت دراسة إسرائيلية وهي واحدة من أولى الدراسات حول هذا الموضوع على 13864 طفلا تم نشرها هذا الأسبوع أن 11% من المصابين ظهرت عليهم علامات كوفيد طويلة وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية مع ذلك أن بعض أعراض الأطفال قد تكون أيضا بسبب الإغلاق المطول متى ستصل لقاحات الاطفال؟ قد لا يتوفر لقاح آمن وفعال للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما على نطاق واسع هذا العام أصبح الجدول الزمني للقاحات الأمريكية الأصغر سنا أكثر تركيزا هذا الأسبوع قال الرئيس التنفيذي لشركة بايزر البيرت بورلا في الرابع عشر من سبتمبر إن الشركة تخطط لتقديم البيانات في أواخر سبتمبر للحصول على الموافقة على إعطاء لقاحها للأطفال للذين تتراوح أعمارهم بين خمسة وأحد عشر عاما وأنها تتوقع إصدار بيانات التجارب السريرية في أقرب وقت ممكن في أواخر أكتوبر لمدة ستة أشهر إلى اثنان سنوات يجب على إدارة الغذاء والدواء FDA مراجعة البيانات واتخاذ قرار طلبت الوكالة في يوليو تموز من شركتي بايزر ومودرنا التين تصنعان اللقاحين الذين يستخدمان تقنية مرنى توسيع نطاق تجاربهما على الأطفال بعد مخاوف من حدوث مضاعفات نادرة في القلب لدى بعض المراهقين والشباب تعد اللقاحات الأشخاص الذين يبلغون من العمر إثنى عشر عاما أو أكثر بالحماية من كوفيد تسعة عشر ولكن لم تتم الموافقة عليها بعد في الولايات المتحدة للأطفال الأصغر سنا وليس من الواضح متى سيكونون كذلك يتسلل بعض الآباء والأمهات إلى أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين عشر وأحد عشر عاما عبر هذه الفجوة ويأملون ألا يتم القبض عليهم بسبب الإحباط بسبب الانتظار واليأس لحماية أطفالهم كما حثت إدارة الغذاء والدواء في بيان الأسبوع الماضية ألا آباء على عدم الحصول على لقاحات غير مصرح بها لأطفالهم الصغار ترجمة نانسي قنقر